بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسنتم فلا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مره وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مره وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مره وليدخلوا ما لو تتبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن تم عدنا واجعلنا جهنم للكافرين حصيرا أمنت بالله صدق الله مولانا العلي العظيم والآن نقف جميعا للاستماع إلى النشيد الوطني لكل من الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية وفلسطين الحبيبة التي من أجلها اجتمعنا وعلى تحريرها تعاهدنا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة 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 نانسي قنقر بل كانت تصرفا مدروسا مبنيا على رؤية استراتيجية يحمل رسالة تحرير كامل تراب فلسطين و ازالة الكيان السهيوني الامام الخميني باعلانه يوم القدس اخرج القضية الفلسطينية من اطارها الضيق كونها قضية شعب بعينه او قضية الامة العربية وجعلها قضية الامة الاسلامية الاولى و قضية حق انساني موضع اهتمام الاحرار في العالم عابرة الحدود الجغرافية والسياسية والعرقية اليوم و بعد اربعين آمن من اعلان يوم القدس تمرو فلسطين والقدس الشريف بأسعب المراحل حيثو بات استهدافهما بشكل جري من خلال مؤامرت صفقت القرن والتي تروجه لها معلعصف بعد الانظم العربية اکثر من سيدهم الامرکي و حليفهم السهيوني فلم يأت خافيا هناك تشکل جبهتان في هذه الساحة جبهت المشروع السهيوني و محبرها الكيان السهيوني و شيطان الأكبر و شركاؤهم العرب الذين كشفوا مستور علاقتهم مع الكيان السهيوني على العلن و في المقابل جبهت الدعم الشعب الفلسطيني والتي هي جبهت المقاومة التي منذ وضع لبناتها و إلى اليوم تزداد قوة و تماسكا واليوم تشکل قوة اقليمية مؤثرة في موازين القوة والتي يعتبرها الكيان السهيوني اكبر خطر يحددهو فاليوم نحن أمام تحدي من نوع آخر لاستمرار و دعم جبهة المقاومة من أجل الوصول إلى حدف الإمام الخميني من إعلان يوم القدس العالمي في تحرير كامل الأراضي الفلسطينية المقتسبة وإعادتها إلى أهلها في هذا العام من شهر رمضان المبارك تلتقي مناصبتان بادر الإمام به تسمية يوم الجمع الأخير من كل شهر رمضان جمهورية الإسلامية الإيرانية ولم تتقير هذه السياسة لحين استرجاع الفلسطين من قاسبيها رقم الكلف الباهضة التي دفعتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وما زالت تدفعها بسبب هذا الموقف كذلك فإن السياسة الجمهورية العربية السورية في دعم القدية الفلسطينية منذ مرحلة الرئيس المؤسس حافظ الأسد لم تتقير هذه السياسة إلى الآن رقم كل المآمرات وزغوطات ولن تتقير و به هذه المناسبة نحي ذكر الرئيس المؤسس حافظ الأسد الذي يصادف ذكر رحيله أياما قليلة بعد يوم القدس هذه الشخصية التي سجلت تاريخ مواقفه المشرفة دعما للقضية الفلسطينية و شعب فلسطين لن ننسى مواقفه الحازم إلى اليوم لقد اعتبر الرئيس المؤسس حافظ الأسد بأن السهيونية شر للبشرية وأن خطر السهيونية و أتماعها التبسعية لم ينحسر بدون الدولة في المنطقة بل يحدد الجميع وأن الدعم الأميركي اللامحدود هو السبب في جرائم السهيونية الأخوة الكرام في الظروف التي نعيشها تتزه أكثر وفاكثر أهمية مبادرة الإمام الخميني بإعلان يوم القدس كمناسبة جامعة للمسلمين و أحرار العالم لدعم الشعب الفلسطيني لإسترجاع أرضه وكامل حقوقه و علينا أن لا نكتفي بإحياء هذه المناسبة فقط بل يجب أن نجعلها محطة انطلاقين للدعم الفئلي للقدس والفلسطين أجدد شكري لكم لحضوركم في هذا الاحتفال وأخص بالشكر الأخوة المحاضرين على قبولهم دعوتنا والإغناء وإثراء ملتغانا بما يقدمونه من الأفكار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام من رحابي مدينة قدس ومن جواري المسجد الأقصى وكنيسة قيامة وصلتنا الرسالة الآتية من سيادة المطران عطلة حنى رئيس أساقفة الروم الأرثوذوكس فلنستمع إليه مشكورين أيها الأحباء أيها الإخوة والأخوات محذر الألقاب والمسميات عبر موقع عيون دمشق يسعدني جدا أن أخاطبكم من رحابي مدينة القدس هذه المدينة التي تلتقون من أجلها ودفاعا عنها وذلك بمناسبة يوم القدس العالمي الذي أعلنه الإمام الخميني من رحابي مدينة القدس مجددا نحييكم في يوم القدس مؤكدين لكم ولكل من يجب أن تصله رسالتنا في هذه الساعة بأن مدينة القدس ستبقى لأصحابها ولأبنائها والمحتلون الغاصبون المستعمرون لمدينتنا المقدسة إنما هم زائلون ولن يبقوا فيها لأن كل ظلم يحل في منطقتنا له بداية وله نهاية وهذا الظلم الذي تعرضت له مدينة القدس وتعرض له شعبنا الفلسطيني كان له بداية وحتما ستكون له نهاية ونتمنى أن تكون نهاية هذا الظلم والقهر والاستعمار والاحتلال قريبة نحيي دمشق الصامدة المنتصرة العربية الأبية التي رفعت وما زالت ترفع دوما راية العروبة والمقاومة والدفاع عن قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين من رحاب مدينة القدس أبعث إليكم جميعا بتحيتي ووفائي وتقديري على هذا النشاط موجها التحية لسورية الأبية المنتصرة على المؤامرة التي تعرضت لها وما زالت تتعرض لها ولكنها منتصرة وستبقى منتصرة بحكمة قيادتها الرشيدة الممثلة بسيادة الرئيس الدكتور بشار الأسد والجيش العربي السوري الأبي الباسل والشعب العربي السوري الذي وقف مع قيادته ومع جيشه في مواجهة هذا العدوان أحييكم من رحاب فلسطين ونقول لكم بأننا أوفياء لسوريا التي قدمت الكثير من أجل فلسطين ومن أجل قضية فلسطين والفلسطينيون في مخيمات اللجوء لا سيما في سوريا هم أوفياء لهذا القطر العربي الشقيق الذي تبنى دوما مسألة الدفاع عن عدالة قضيتنا في كل مكان ما أجمل وما أحلى أن تلتقي القدس ودمشق فدمشق والقدس توأماني لا ينفصلان قضيتنا واحدة جرحنا واحد معاناتنا واحدة وعدونا واحد من يتآمر علينا كفلسطينيين ويسعى لتصفية قضيتنا وإنهاء حق العودة وسرقة مدينة القدس هو ذاته المتآمر على سوريا والذي خطط لتدميرها وتفكيكها وإضعافها عدونا واحد ولذلك فإن لقاءنا هو لقاء المحبة والأخوة والتضامن والتأكيد على أن سوريا وفلسطين كانا وسيبقيان توأمال مقاومة والنضال والكفاح من أجل الحرية أيها الأحباء أحيي جميع القائمين على هذا النشاط متمنيا لكم التوفيق والنجاح لكم مني كل التحية والتقدير والمودة لكم مني كل الثناء والوفاء على مواقفكم ودفاعكم عن فلسطين وعن سوريا عندما تدافعون عن سوريا تدافعون عن فلسطين وعندما ندافع عن فلسطين ندافع عن سوريا من رحاب القدس أحييكم أيها الأحباء وستبقى مناسباتنا الدينية المسيحية والإسلامية مناسبات توحدنا وتقربنا في بوتقة واحدة اسمها الانتماء الإنساني والانتماء العربي وستبقى بوصلتنا القدس والقضية الفلسطينية ومن كانت بوصلته فلسطين كانت بوصلته أيضا سوريا العربية الأبية الصامدة في وجه العدوان لكم مني أيها الأحبة كل التقدير والإحترام وأشكركم على إتاحتكم الفرصة لي لكي أخاطبكم من القدس موجها التحية لكم جميعا محفظ الألقاب والمسميات أخوكم المطران عطى الله حنى من القدس طبعا كما تعلمون أن عنوان هذا الملتقى القدس عاصمة فلسطين الأبدية عنوان من حيث المبدأ لا يختلف عليه إثنان ولكن من حيث واقع الأمتين العربية والإسلامية فهناك أشكالية كبيرة كيف لا ونحن نرى عددا من الدول العربية النافذة بتر دولاريا ومن حيث سيطرتها على الأماكن المقدسة تلهث جاهدة لتفعيل صفقة القرن كما يقولون وتفعل الأفاعيل من أجل أن يتم الاعتراف بالكيان الصهيوني كواقع مفروض على الأمة العربية والإسلامية موجهة بوصلة العداء باتجاه أعز دولة تناصر القضية الفلسطينية وهي الجمهورية الإسلامية الإيرانية ولذا أقترح أن يكون العنوان التالي بالمقاومة وحدها تبقى القدس عاصمة فلسطين الأبدية هذا ما يفرضه علينا هذا الواقع بعد إلقاء هذه الإشكالية لا بد لي من أن أدعو أستاذ المحاضرين كل من الأستاذ أنوى الرجا مسؤول الإعلام المركزي في الجبهة الشعبية القيادة العامة والدكتور خلف المفتاح مدير عام مؤسسة القدس الدولية والأستاذ أنيس النقاش منسق شبكة الأمان للبحوث والدراسات الاستراتيجية فليتفضلوا مشكورين الكلمة الآن للاستاذ أنوى الرجا مسؤول الإعلام المركزي في جبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة فليتفضل مشكورا السلام عليكم لا بد أن أخص لواجب أخلاقي وشرعي أخص على الأقل بالشكر القائمين على هذه الندوة بهذا الشهر الفضيل ومن أجل فلسطين ومن أجل القدس وحتى لا أتوه بين القامات الكبيرة وقد أنسى البعض أتوجه لجميع بالتحية والتقدير وبنفس الوقت أدرك تماما أن الخطاب السياسي هنا وأمام هذه العقول النيرة الحاضرة بالميدان والحاضرة بإغناء الفكرة يعني هي مسؤولية مضاعفة تستوجب دائما لو كان الوقت يسمح بعض التفصيل ولكن بحكم الوقت أقول أن فلسطين أولا كحقيقة جغرافية وتاريخية هي ليست بحاجة إلى عادة تعريف نحن ربما نحتاج إلى استعادة الرواية الفلسطينية بمواجهة ما يجري من تضليل ما يجري من محاولة لإلغاء المسائل البديهية والثوابت وحاولة لتغيير الجغرافيا كيف انزحت الجغرافيا ذات زمن وأصبح هناك خمس قارات هذا حصل بفعل الطبيعة ومتغيرات الطبيعة والإرادة الإلهية ولكن أن يتم إعادة تعريف هذه الجغرافيا ومحاولة إلصاق تسميات بها ببعد مذهبي عقائدي سياسي فكري من أجل خدمة أقوام على حساب أقوام ودول على حساب دول ومطامع على حساب الحق فهذا الأمر الذي يجعلنا نتوقف للأسف أمام إعادة التعريف والتذكير وضرورة القول بأن هذه هي الرواية التاريخية الحقيقية لكن هذا الأمر المنطقي يقول أنه ليس بين بعضنا البعض نحن لسنا بحاجة هكذا تفترض الفكرة والحقيقة والمنطق أن نعيد تعريف فلسطين وماذا يعني أن تكون فلسطين جزء من هذه الأمة ولماذا جرى كل ما جرى ولماذا نحن الآن نقف أمام هذه الكوارث ونعيش هذا العصر الخرب ربما من واجب أصحاب الإرادات والمسؤوليات وبرامج العمل أن يناقشوا الآليات التي نستعيد فيها ننتقل من مرحلة تثبيت الفكرة إلى مرحلة القتال من أجل الدفاع عن هذه الفكرة لأن فلسطين أصبحت للأسف بحاجة إلى إعادة تعريف فلسطين في القاموس السياسي العربي وبعض الفلسطيني لم تعد فلسطين تلك التي تحد من النهر إلى البحر ومن الشمال إلى الجنوب كما نعرفها في إطار محيطها العربي كانت تسمى فلسطين بالإذن من الشاعر محمود درويش صارت تسمى إسرائيل صرنا نسميها إسرائيل هذا الأمر الواقع بغض النظر عن الإرادات عن نوافذ الضو عن هذه التضحيات العظيمة وهذه الإرادات العالية لشعبنا لمحور المقاومة بغض النظر عن هذا وذا وأن فلسطين ونحن في أجواء شهر رمضان ويوم القدس العالمي ما زالت هي الحاضرة في عقيدة المقاومين وهي عقيدة لا تستقيم بها العقيدة إن لم يكن سنامها أجهاده من أجل فلسطين عندما تتحول فلسطين إلى عقيدة في السياسة وإلى عقيدة في الفكر وإلى عقيدة في التربية وإلى عقيدة في معاشة يوميا أنذاك لا قلق على فلسطين يصبح تصبح المقاومة تحصيل حاصل لأنها نتاج ثقافة وتربية وعقيدة إيمانية وتربوية وأخلاقية أيضا في هذا المعنى نحن نجل ونحترم ونقدر تماما معنى هذا النداء العظيم لآية الله الخميني رضوان الله عليه حين جعل من النظر إلى فلسطين والدعوة من أجل فلسطين وأطلق هذا النداء أكد على أن فلسطين هي معيار هوية هذه الأمة وهناك أقوال حرفية له في هذا المجال حين يتحدث عن أن إزالة هذه الإسرائيل هي وظيفة إيمانية وأن إزالة هذا الكيان الصهيوني ضرورة ضرورة بكل المعايير ضرورة فيزيولوجية ضرورة ثقافية ضرورة تربوية ضرورة دينية لأنها خطر يتهدد هذه الأمة جمعا عندما يشبه إسرائيل بالغدة السرطانية الغدة السرطانية يعني عندما تكون في الجسد هذا الجسد إذا لم تستأصل مبكرا هذه الغدة السرطانية يجب أن نفسر المعنى وينتشر هذا السرطان في الجسد إذن هذه الأمة ذاهبة إلى التهلكة هذا المعيار ليس مجازيا هذا في الواقع لأن استمرار الخطر الصيوني على مدار سبعين عام وأكثر بشكل مباشر ماذا فعل بهذه الأمة بغياب إرادات بوجود مستعبدين بوجود نخاخين خانعين وجود أنظمة ركبت لدور وظيفي نجد وبعدما سبعين عام أن هذا الكيان يتغلغل في جسد هذه الأمة في بناءها السياسية والاقتصادية والثقافية في عقلها في بنيتها لكن ما زال الوقت يتسع وعملية الصدام قائمة ولم يكن هذا الصدام قائما ويحفر كما تحفر نقطة الماء في الصخر ما كانت فلسطين حية وهذا التوازن إلى حد ما في مواجهة الخطر الاستيطاني إذن الخطر السرطاني اقتلاعه يعني أنك تخوض معركة وجود إن لم تستأصل هذا الخطر فأنت إذن ذاهب إلى نومة أهل الكاف الشيخ ناشو أعم حياك الله يقول آية الله الخمينية رضوان الله عليه إسرائيل جرثمت الفساد هذه كانت دائما قاعدة لأمريكا وعليه مهما حاولت أمريكا وإسرائيل رفع شعارات السلام في المنطقة فعلينا أن ندرك أنها مناورة وتكتيك إذن صراع وجود واليوم ومن بوابة السلام وأردت أن أستشهد بهذا القول الذي يحسم مسألة الصراع ويحسم مسألة العلاقة مع هذا الكيان وكيف يمكن أن يواجه هذا الكلام السلام مع هذا الكيان يعني أنك تمد يدك إلى القاتل والجلاد وأنك ترضى أن تكون مستعبدا بلا ملامح بلا هوية وأنك تفتح أمام هؤلاء اليهود الذين يسكنون فوق أرضنا تفتح لهم المجال ليعيثوا فسادا وكي يحل هذا العصر الأمريكي الإسرائيلي على المنطقة لذلك المقاومة نعم هي المعيار والمقاومة هنا ليست فقط البندقية يعني نحن قاتلنا كثيرا الثورة الفلسطينية قدمت عشرات ألاف شهداء مئات ألاف شهداء والجرح والأسرة ولكن لماذا هذه البندقية خفت صوتها لأن هذه البندقية لم تحمى بالفكر والثقافة والعقيدة لماذا صوت الرصاص أصبح يزعج البعض والرصاص الذي يطرب له هذا الكل الجمعي وهذه الإرادة الجمعية المضللة هو رصاص الدواعش والذي يطلق بظهورنا وصدورنا وعقولنا وفي وجه المقاومة وينعم هذا الكيان بالأمن والراحة إذن لحماية هذه المقاومة وحتى يبقى هذا السلاح صاحيا ونتغنى بالمرتينة بالبندقية وحيا على السلاح وحيا على الجهاد هذا يستوجب إعادة النظر بالآليات والطرق والوسائل التي لم تتجدد ولم تجدد نفسها وترتقي إلى طبيعة الصراع وإلى أيضا آليات العدو وإلى أساليب العدو لذلك سيد الكريم المقاومة هنا فعل تربي وأخلاقي وعملية عملية بنيوية تراكمية يجب أن تكون حاضرة في كل شيء حاضرة ولها من الخشوع ولها كيف هذا الخشوع وهذه الرمضانية تسكن الروح والقلب يجب أن تبقى تسكن الروح والقلب وهي القاعدة التي تحمي البندقية هنا في سوريا واسمحوا لي يعني أن تكون هذه مقدمة لختام حديثي قيل الكثير عن هذا البلد الكريم الذي كان يعد ويستعد ويبني من أجل فلسطين قيل وكانت هذه مقولة تردد على ألسنة كثيرين أن الجيش العربي السوري وهذه القيادة منذ أربعين عاما يعني لما بلشوا قبل تسع سنين أو ثماني سنين كان في أربعين سنة على بداية الحركة التصحيحية وأكثر أنها لم تطلق طلقة باتجاه الجولان نسي هؤلاء أن الحرب ليست أن تخوض حربا كلاسيكية وتخسرها بحكم الخلل الخطير في موازين القوى الحرب أن تعد لهم ما تستطيع من قوة ومن رباط الخيل من أجل تلك الليلة أو تلك المنازلة الكبرى مش تطلق طلقتين ثلاث ووصلنا على بحير الطبرية وشربنا من بحير الطبرية وحطينا إجرينا بمياه بحير الطبرية بس ظهرنا مكشوف ظهرنا الطعنات فوق الطعنات وتكسرت النصال على النصال فعلى أي جانبيك بأي جانبيك أو البيارق أو الجيوش تستعين غدر السادات وعدم الجدية في العراق وهذا الطوق المتآمر من هذا المغفر المتقدم مغفر جلالة عبدالله الصغير ثم عبدالله الحسين عبدالله كبير عبدالله الصغير إلى آخر هذه هي المعادلة إذن كانت سوريا على مدار أربعين عام تؤسس ثقافة وتبني من الصف الأول يا دكتور صالح صابر فلسطين داري ودرب انتصاري تؤسس ولولا ذلك ما استطاعت أن تصمد بوجه هذه الحرب الإرابية التكفيرية أختم لأقول اليوم نحن نستعيد ذكرى يوم القدس وهذا القائد الإسلامي العظيم الإمام الخميني ولا أستطيع بصراحة أن أضيف على ما قيل وقيل وقيل في يوم القدس وفي عظمة نداءاته وفي طبيعة وسر هذا النداء سوى بجملة واحدة أن السر اليوم موجود في إيران على يدي الإمام القائد الخامني موجود ببنادق الحرس الثوري موجود بالجمهورية التي المحاصرة منذ أربعين عاما لكنها تصمد وتمد يدها بالدعم لفلسطين ولكل المقاومين سر النداء هنا أنه أصبح عقيدة يومية معاشة كما يجب أن تكون عقيدة القتال من أجل فلسطين على كل المستويات وأسف للإيطال شكرا جزيلا والآن الكلمة للدكتور خلف المفتاح مدير عام مؤسسة القدس الدولية فليتفضل مشكورا شكرا للمستشارية الثقافية الإيرانية والسيد سفير الجمهوري الإسلامي الإيرانية على هذه الدعوة وعلى هذا الملتقى السنوي الذي يجتمع فيه كل المقاومين على الساحة العربية والإسلامية في سوريا في فلسطين في لبنان في الجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيضا تجتمع فيها الكلمة في توصيف من هو العدو ومن هو الصديق ولعل هذا الاجتماع بهذا المستوى بهذا الحضور وبهذه النخب وبهذا الخطاب يدول دلالة أكيد على أن الطابع الاستراتيجي للعلاقة ما بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية والذي أسس له القائدان الرئيس الراحل حافظ الأسد والإمام الراحل آية الله الخميني هي علاقة أنتجت كل هذه الانتصارات علاقة أنتجت كل هذه النجاحات ولعل باكورة نجاحاتها كان المقاومة الوطنية في لبنان لأنها نشأت في ظل وجود الجيش العربي السوري الذي ذهب مدافعا وحدة لبنان وسيادته عندما تعرض لمؤامرة صهيونية بهدف تقسيمه عام 1976 عبر محاولة لضرب الدولة اللبنانية والوحدة الوطنية في لبنان وبالتالي توفر المناخ وتوفر المناخ الذي ساهم في قيام تلك المقاومة التي أصبحت اليوم حقيقة ركنا أساسيا في أركان استراتيجية المواجهة مع العدو الصهيوني لا بل مع المشاريع التي تستهدف المنطقة لأن المشروع الصهيوني هو أحد أشكال استهداف المنطقة ثمت أيضا مشاريع أخرى وسينيرات أخرى تستهدف هذه المنطقة منها ما يجري اليوم باتجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية هذه العلاقة الاستراتيجية لأنها مبنية على أسس صحيحة مبنية على أسس سليمة مبنية على مبادئ مبنية على تشخيص وقراءة صحيحة ودقيقة للواقع من هو العدو من هو الصديق من هو الراهني من هو الاستراتيجي استمرت وتنامت ونجحت اليوم أيضا في إطار المواجهة مع المشروع الأمريكي الصهيوني الذي يستخدم الإرهاب أداة له إذن استمرار هذه العلاقة في ظل القيادات التي مرت بها سوريا وإيران يدل على أنها الخيار الصحيح وأنها الضمانة في مواجهة أي تحدي مستقبلي إذن هي بهذا المعنى فوق أي اختبار وفوق أي شبهة وبالتالي استمرار هذه العلاقة وتحولها أيضا إلى منظومة إلى منظومة تشمل السوريين والفلسطينيين واللبنانيين والإيرانيين وأيضا ما فوق ذلك ما يعني أننا أمام تشكل بنية جديدة في هذه المواجهة النقطة الأخرى التي أود أن أشير إليها تتعلق برؤية الإمام الخميني لطبيعة الصراع مع العدوى الصهيوني الكل يعلم هنا في هذه القاعة أننا كنا دائما نقول بصراع العربي الصهيوني وهذا كلام صحيح لأن إسرائيل أيضا وجدت من أجل ضرب وتفتيت هذه المنطقة ولكن كان هناك إغفال للبعد الإسلامي للصراع كان هناك إغفال للبعد الإسلامي للصراع فعندما قامت الثورة الإسلامية الإيرانية حقيقة تمت الإشارة وإدخال هذا العامل هذا العنصر بالصراع ليقلق نوع جديد ودينامية جديدة في إطار المواجهة مع العدوى الصهيوني الذي أيضا هو يتحدث عبر استكبار عالمي وعبر حشد ما فوق ديني سواء كان على مستوى الصهيوني العالمية أو على مستوى الرأس المال العالمي إذن فتح هذا أفق فتح هذا المجال بالتأكيد شكل عاملا ضاقطا على الكيان الصهيوني واليوم من يقرأ ما تخرج به مراكز الدراسات في الكيان الصهيوني هم يرون أن الخطر الذي يتهدد الكيان يتركز حول أربع عناصر أساسية ما يسمى الخطر الإيراني وفق مفايمهم وسوريا وحزب الله والمقاومة الفلسطينية وأيضا أهنى في الضفة الغربية وغزة إذن أصبحت الجمهورية الإسلامية الإيرانية في رأس أولويات وحسابات هذا العدو النقطة الأخرى أن هذه القراءة للإمام بلخميني هي قراءة أيضا تعكس إلى حد كبير ما كان يخشاه الصهيوني وهنا أنا أستشهد بدون أن يعني أشير إلى أهمية الشخص إلى بن جوريون أول رئيس وزراء الكيان الصهيوني بعد عام 48 قال إذا حصلت موريتانيا على دبابة أو حصلت لاكستان على دبابة فعلينا أن نضع في الاعتبار أن هذه الدبابة قد توجه نيران نائفة مما إلى إسرائيل إذن هو كان يضع في الاحتبارات وفي الحسابات أن البعد الإسلامي لهذا الصراع قد يكون عاملا في يوم ما إذن ما قامت به الثورة الإسلامية الإيرانية أثبتت أن هذا الصراع في بعد من أبعاده هو صراع أيضا نعم فلسطيني إسرائيلي عربي إسرائيلي لكن أيضا في جانب منه صراع صهيوني إسلامي ومن هنا تأتي أهمية التركيز على هذه المسألة النقطة الثالثة أيضا أن الثورة الإسلامية الإيرانية كانت صادقة في خطابها سلوكا وممبرستا بدليل أنها لم تتخلى عن هذه الثوابط في إطار تشخيص الصراع في إطار تشخيص العدو وكما نعلم ويعلم الجميع أي نظام حكم أو أي حزب يعرف بأعدائه قبل أن يعرف بأصدقائه والثورة الإسلامية الإيرانية عرفت أعدائها بأنهم الصهاينة والمستكبرين والأمريكيين وبالتالي هذا التعريف حقيقة جلب لها العداء الكثير ولكن أيضا جلب لها الكثير من الأصدقاء في إطار عملية الصراع القائم على مستوى العالم وهذه مسألة أيضا هي غاية في الأهمية مصداقية هذا الخطاب وهذا السلوك يتبدأ من خلال الدعم اللامحدود الذي قدمته الثورة الإسلامية الإيرانية للمقاومة الفلسطينية بكل مسمياتها على قاعدة أن السلاح يوجه باتجاه العدو الصهيوني وأنا أذكر وأيضا الذاكرة الجماعية لنا تذكر أن إيران التي كانت في حرب مع العراق في عام ثمانين وحتى عام ثمانية وثمانين وفي عز المعركة مع النظام في العراق كان هناك أدوان إسرائيلي على لبنان في عام ثمانين وأنا شهدت بأم عيني الجنود الإيرانيين والمقاتلين في دمشق يذهبون باتجاه الزبداني وصلون إلى لبنان يدافعون عن لبنان وعن الفلسطين وعن المقاومة علماً هذا يعني مصداقية هذه الثورة أنها في ظل الحاجة للمقاتل هي دفعت المقاتلين الإيرانيين دفاعاً عن لبنان وفلسطين علماً أنها كانت بأمس الحاجة وفي وضع صعب جداً في مواجهة الحرب التي شنت عليها من قبل نظام صدام حسين إذا هناك العديد من الأمثلة والعديد من الشوائد التي دل على مصداقية هذه الثورة وتصالحها مع الخطاب الذي تقدمه ما يعني أنها صديق وحليف صادق وبالتالي لا يساوم على المبادئ فإيران دولة مبادئ الثورة الإسلامية الإيرانية هي ثورة مبادئ ثورة قيم وهي عرفت نفسها لأنها ثورة إسلامية إيرانية وبالتالي عندما تكون ثورة إسلامية إيرانية هذا يعني أن مشروعها وفكرها ومبادئها مبادئ قابل الانتشار في كل مكان وليس تصدير للثورة كما يقال الثورة عندما تكون لديها أفكار لديها مبادئ تصلح في كل مكان من الممكن أن نستعان بهذه المبادئ وهذه الأفكار لتكون شكل من أشكال الثورة وهذا نذكر مبادئ الثورة الفرنسية مبادئ الثورة البلشفية في روسيا حزب البعث في سوريا مبادئ أيضا تنتشر في كل مكان في سوريا في العراق وفي أكثر من بلد عربي إذن عندما تكون هناك أفكار قابلة للانتشار هذا يعني تصدير للثورة بقدر ما هو قابلية وجاذبية لهذه الأفكار النقطة الأخرى التي أود أن أشير إليها هي أن العدو الصيوني وهذا ما نحتاجه وأنا أتحدث أمام نخب فكرية ونخب سياسية علينا أن نقارب المسألة اليوم بخطاب جديد أن نقارب الواقع اليوم بخطاب جديد لم يعد الخطاب التقليدي قادرا على تصويب الحالة من هنا قد تكون هذه الملتقيات وهذه النشاطات فرصة لأطلاق الأفكار اليوم نحن لسنا بحاجة لنضاء حدود ما بين الدول اليوم علينا أن نطرح فكرة الهوية المقاومة وليس فقط الهوية الوطنية الهوية المقاومة والجغرافية المقاومة وهذا أيضا يأتي فيه جواب على ما طرحه الأستاذ أنور عندما قال أنه يتحدثون عن الجيش السوري لم يطلق طلق واحدة باتجاه وهذا كلام طبعا بالتأكيد هذا صحيح إذن جغرافية المقاومة وثقافة المقاومة وهوية المقاومة هي لكل مقاوم ولكل جغرافية إذن أجبهاد هي مفتوحة ولو أن سوريا أرادت أن تحصل على مكاسب قطرية تتعلق بالجولان لنتهى الموضوع منذ عشرات السنين كما تعلمون الصهايين عرضوا على الرئيس الراحل حفظ الأسد استعادة الجولان ما عاد عدة أمتار ولكنه رفض وقال إن فلسطين قبل الجولان إن فلسطين قبل الجولان إذن قضية فلسطين هي قضية تعنينة لسنا ضيوفا عليها فلسطين هي جزء من الأمة العربية هي جزء أيضا من بلاد الشام هي جزء من سوريا التاريخية وعندما يشير المطران عطال الله حننا إلى هذه فهذه حقيقة هذا هو التاريخ هذه حقائق التاريخ نحن كنا بلدا واحدا بل دولة واحدة طوال أكثر من ألف سنة لم نتقسم إلى بعد سيكس بيكو وهذه حقيقة يجب أن يعرفها الجميع المسألة الأخرى وتتعلق في هذا الإطار وفي هذا الجانب أننا دائما وبعض العرب أقعوا في الفخ الإسرائيلي وهو الاستسلام المتدرج أو رفع السقوف وتخفيض السقوف كنا نتحدث عن تحرير فلسطين كما تعلمون كخطاب هو خطابنا وهو خطاب صحيح خطاب البعث خطاب عبد الناصر خطاب المقاومة بعد عام سبع وستين بدأوا يسربوا خطاب استعادة الأراضي المحتلة اليوم يتحدثون عن حكم أو إدارة ذاتية إذن انتقال من فلسطين إلى أراضي محتلة إلى سلطة فلسطينية إلى كانتونات صغيرة وهذا يدر فكرة الصراع وعلى المقلب الآخر هم يتحدثون عن أن هناك أننا نواجه خطرا عربيا إسلاميا إذن هم يحاولون تقسيم أو تقسيم الخصم ورفع دائرة المواجهة في إطار استجلاب قوة عسكرية ودعم خارجي أمريكي أو غربي باتجاه هذا العدو إذن هم إعادة الاعتبار للمسألة ورفع شعار وحقيقة استعادة كامل فلسطين من النهر إلى البحر وهذا واجبنا جميعا لأن فلسطين بالنتيجة هي أرض عربية محتلة النقطة الأخرى وتتعلق بالقدس القدس نعم هي عاصمة فلسطين وهذه حقيقة تاريخية ولكن أيضا القدس هي العاصمة الروحية لمئة الملايين من المسلمين والمسيحيين إذن هي الوطن الروحي لكل هؤلاء وبهذا المعنى فلكل عربي ولكل مسلم ولكل أيضا إنسان يؤمن بالعدالة حصة في هذه الأرض ما يعني رسالة للمفرطين الذين يحاولوا أن يفرطوا بهذه القضية أن الفلسطين القدسية ليست ملك للحكام وأن القدس هي ملك لأبناء هذه الأمة ولا يحق لأحد أن يفرط بها أو يوقع على صك استسلام لأنها حق راسخ لهؤلاء وهنا أيضا أنا أذكر بمقولة رائعة جدا للإمام الخميني رحيم الله حقيقة وأتمنى أن نركز عليها نحن دائما في خطابنا نقول نحمل الحكام مسؤولية ضياع فلسطين الإمام الخميني قال إنها مسؤولية أبناء شعوب المنطقة والحكام وليس فقط الحكام هذه مسألة مهمة جدا مسؤولية على الجميع إذن اليوم مسؤولية استعادة فلسطين مسؤولية لكل أبناء هذه الأمة من عرب ومسلمين وغيرهم ناهيك عن أن قضية فلسطين والأستاذ أنيس النقاش في هذا المجال البارع أصبحت قضية رأي عام كما قضية فيتنام كما قضية الجزائر كما القضايا الأخرى وبالتالي علينا الاستثمار في هذا البعد العالمي للقضية الفلسطينية من هنا جاء العنوان القدس العاصمة الأبدية العاصمة الأبدية لفلسطين أو العاصمة العالمية لفلسطين إذن مهمة التركيز على هذا الجانب مسؤولية الشعوب ومسؤولية أيضا الحكام هذا ماذا يعني بالمعنى السياسي على أن أي حاكم أي حاكم يفكر في التفريط في القضية الفلسطينية فهذا ليس من حقه هذه من حق الشعوب وكل من عليه أن يتذكر مصير من حاول أن يفرط بقضية الصراع يتذكر مصير السادات ومصير أوسلو أيضا ووادي عربة وهذه رسائل يجب أن تكون واضحة للجميع بأن الاعتبار هو للمقاومة الاعتبار هو للقضية الفلسطينية نقطة أخرى أشيري لها إلى الثورة الإسلامية في إيران وربما البعض غاب عنه بعض القضايا من هو الذي أسقط رئيس كارتر في انتخابات 1980 رئيس الأمريكي جيمي كارتر عرب كام ديفيد والذي تم تحت جناحه والتوقيع على موعدة الصرحة الإسرائيلة المصرية كانت كل التوقعات تشر إلى أنه سوف ينجح في الانتخابات الرئاسية في عام 1980 ولكنه رسب لأن الثورة الإسلامية إيرانية حاصرت السفارة ورفضت وأدلت كارتر وصقط بالانتخابات وبالتالي أسقطت في أول سنة من عمرها أول رئيس أمريكي كان قد خدم الكيان الصهيوني نعم والجاي والثاني جاي على أبواب طبعا يعني لا شك إلا الرئيس ترامب أو نسميه خلينا نسميه يعني بالفورة الثاني هذا الذي يجعل اليوم الدولار مقابل الأرض والكرامة مقابل الأرض هذا باعتقادي بصيره مصير من حاول محاصرة المسلمين في مكة عندما حاصر أبو جهل وأبو لهب وأبو سفيان حاصروا المسلمين في مكة حصان اقتصادي ولجوا إلى الحبشة عادوا منتصرين فحاصروا مكة وصغط أبو سفيان وصغط الكفار وانتصر الإسلام أشهركم وأحييكم كل عام وأنتم بخير شكرا جزيلا مع السيد أبو الفضل الطبائي ممثل السيد القائد في سوريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته المبارك لإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه والإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه قد أحيا القضية الفلسطينية وهو الذي قد أحيا هذه القضية وهو الذي قد نفخ في هذه القضية روحا جديدة واليوم إذا نشاهد محور المقاومة أقوى أكثر اقتدارا وعزة وقوة من الجمهورية الإسلامية امتدادا إلى العراق إلى السورية الحبيبة إلى لبنان إلى فلسطين قوة هذا المحور وإزة هذا المحور في الحقيق إزة جسد واحد في مواجهة الاستكبار نحن نعتقد الحضور الكريم نحن نعتقد أن محور المقاومة كالجسد الواحد كالجسد الواحد ولا شك أن رأسه فلسطين بما أن رأسه فلسطين كلنا في محور المقاومة نفكر لأجل هذه القضية الفلسطينية وقلب هذا المحور أيها الحضور الكريم رأس هذا المحور فلسطين وقلبه النابذ الجمهورية الإسلامية الإيرانية ووظيفة القلب إرسال مادة الحياة إلى جميع أعضاء الجسد وبدن الإنسان وهذا المحور نحن نعتبره وجود حي في هذه المنطقة لذلك وظيفة الجمهورية الإسلامية فقط إرسال مادة الحياة إرسال الدم إلى جميع أعضاء هذا المحور محور المقاومة وأعضاء هذا المحور الأعضاء الرئيسية من سوريا الحبيبة من لبنان من العراق من البحرين من اليمن كل هذه البلاد الأعضاء الرئيسية في هذا المعور وكلنا نفكر لقضية القدس ولأجل فلسطين وتحرير فلسطين والجمهورية الإسلامية الإيرانية كما أنها وقفت طيلة السنوات الماضية والقرون الماضية وقفت بجوار القضية الفلسطينية كذلك تقف وستقف في محور المقاومة بجوار كل من يقف في وجه الاستكبار كل من يقف في مضاجهة الاستكبار كما وقف بجوار هذا البلد الحبيب السورية طيلة السنوات السبعة والثمانية والحمد لله ببركة القيادة السورية والشعب السوري والجيش العربي السوري الباسل ببركة المقاومة والأستقاة والخلافة الحمد لله سورية انتسرت واليوم الآن نحن وأنتم منتسرون وإن شاء الله نتمنى على الله تعالى النسر النهائي والحقيقي ولا شك أن النسر النهائي تحرير القدس وتحرير العرادة الفلسطينية لذلك أشكركم أيها الحضور الكريم لا أريد أن أطيل بما أني عندي موئد آخر لا بد أن أحضر في الموئد لذلك أستميحكم أذرا وفقد أريد أن أتقدم إليكم شكر أن أتقدم إليكم بالشكر وكلمتي في الحقيقة كلمة الشكر كلمة الشكر بالنسبة إلى القائمين على هذا الهتفال من المستشار الثقافي والسفيرة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في دماشق وكل الأفراد الأعضاء الحاضرين في هذا المجلس المبارك وخصوصا أشكر سماعة الأخ الأزيز الدكتور فيس المخداد معاون وزير الخارجية أقدم إليكم الشكر وأدعو لكم إن شاء الله بالتوفيق والنجاح وهسن الآقبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته شكرا جزيلا سماحت السيد على هذه الكلمة الطيبة المختصرة والآن مع أستاذ علم من لا يعرفه الأستاذ أنيس نقاش لن أحدثكم عن فلسطين كلكم تعرفونها ولن أحدثكم عن يوم القدس الذي نحن فيه اليوم فقد مارسنا كل ما وجب علينا في السنوات الماضية وسنمارسه في هذا اليوم والحمد لله كل عام بعد عام تزداد أهمية هذا اليوم ووسعة الالتفاف حوله أهم شيء برأيي للباحث استراتيجي أو لأصحاب القرار هو أن يعرف أولا في أي مرحلة تاريخية يقف والنقطة الثانية هو أن يعرف حجم الأعداء وحجم إمكاناته لخوض المعركة أي خطأ في هذه النقطتين يعتبر هزيمة مسبقة للمعركة وبالتالي إذا كنا متأخرين بنسبة عالية عن تحقيق النصر الكبير ونتحدث عن هذا النصر وكأنه سيحدث غدا فهذا سيكون تقدير خاطئ إذا تحدثنا عن القوى التي يجب أن تجتمع ونحن مخطئون بطبيعة هذه القوى نظنها أنها تنتمي إلى أمة واحدة أو نظن أنها تنتمي إلى هدف واحد في حين أن حقيقة الأمر هو مخالف لهذه التحليلات عندها تكون جبهتنا مخترقة وغير دقيقة لباس أن أعود في بداية معانته هذه المنطقة منذ الحربين العالميتين وبشكل سريع انهارت المنطقة على أسر الحرب العالمية الأولى بانتصار الحلفاء على السلطنة العثمانية وعلى معظم منطقة غرب آسيا ودخل الاستعمار بكل جيوشه من خلال هذه الحرب العالمية التي لم يكن لشعوب المنطقة لا قرار خوضها ولا قدرات الانتصار أو أن يكون لها دور أساسي فيها ولكن نتائجها وقعت عليها كما وقعت عليها الشعوب أخرى في البلقان وفي مناطق أخرى وجاءت فورا بعدها الحرب العالمية الثانية أيضا لانتصار الحلفاء لكي تكرس انتصار الاستعمار القديم المتمثل بفرنسا وإنجلترا والامبريالية الجديدة الداخلة على المنطقة وهي أمريكا بسبب هذا الانتصار ما كان دور هذه المنطقة وشعوب هذه المنطقة في الحربين العالمية الأولى والثانية لا شيء إلا مصائب نتائج هذه الحرب مجاعات كبرى في إيران قتلت أكثر من 6 مليون بني آدم نتيجة الزحف الجوش البريطانية التي كانت تعد بمئات الألوف وأدت إلى كوارث إنسانية في هذا البلد سقوط سلطنة عثمانية كانت سد أمام تقدم الغربي على المنطقة ولكن الأخطر ما فيها أن هذا المنتصر على العالم والمنتصر على منطقتنا خرج علينا بمعادلة اسمها سايك سبيكو بلفور وكان الجميع تحدث دائما سايك سبيكو سايك سبيكو ويفصل بلفور عنهم في حين أن هذه المعادلة هي معادلة واحدة اسمها جوهرها عنوانها صفتها كيفية رسم خارطة المنطقة سياسيا وبناء كياناتها المستقبلية للحكم إن كان تميز الكيان الصهيوني بأنه جسم أجنبي خارجي وأنه له طابع عنصري ديني فهذا لا يقل خطورة عن أنظمة ولت على هذه المنطقة بعائلات منذ أن وجدت وحكمت تعرف أن وجودها وبقائها ومستقبلها هو مرتبط بمعادلة سايك سبيكو بلفور خلال سنوات العروبة وانتصار الخطاب العروبي والجامعة العربية وروحه داعا أعتقد البعض على أن هناك مجرد أحلام عروبية مشتركة يمكن أن تعيد الوعي لهذه الأمة وتناسينا أن جزور شرجرة الشوك لا يمكن أن تنتج فاكهة المنجا أو البرتقال اليوم نحن أمام حقيقة واقعة مرة تلطمنا مرة أخرى وهي لم تكن غائبة بتاتا نحن كنا نغيبها في وعينا الجمعي اسمها أن هذه الأنظمة التي وجدت نتيجة قرار الاستعمار القديم بأن هذه العائلات تحكم هذه الثروات وهذه البقعة من الأرض وهذه الدولة وهذه الإمارة وهذه المملكة الآن تكشر عن أنيابها بمليارات دولاراتها وبتحالفاتها السرية والعلنية مع الولايات المتحدة ومع الصهيونية من أجل ضرب المشروع المقدس لكل هذه الأمة الذي هو فلسطين ولم يعودوا يخجلوا بأي شيء بالتعاون لا مع العدو الصهيوني ولا مع العدو الأمريكي والأكثر بتمويل مؤامراتهم على مكونات الصمود للأمة العربية والإسلامية بمليارات الدولارات التي اعترفوا بها من أجل هد هذا الكيام هذه هي نتيجة الحربين العالميتين حتى اليوم ونتيجة سايك سبيكو بلفور وظهر الحلف الغير مقدس ما بين هذه الأنظمة والكيام الصهيوني في المقابل كان هناك شعب يقاوم اسمه الشعب فلسطيني منذ الستة وثلاثين قبل اثنين واربعين ما أنا حس بالخطر الصيوني وهو ينادل ويقاتل وكان معه متطوعون عرب وكان معه بعض الأنظمة العربية ولكن المعادلة كانت دائما تختل لأننا لم نكن نواجه حقيقة التحليل السليم منهم الأعداء ومنهم الأصدقاء لأن أهم شيء في معرفة الأصدقاء هو معرفة إمكانية حجد القوة من أجل تحرير فلسطين لا يمكن أن تحشد القوة مع من لو قاموا معكم ما زادون إلا خبالا يجب أن تعرف نوعيتهم وأصلهم وبالتالي لكي لا أطيل من الله علينا بعد أن خرج السادات بمصر الكبيرة والعزيزة من الصراع مع الكيام الصهيوني بالثورة الإسلامية التي جاءت لم تعود التوازن المصري بل زادته كفاءة وأمانة بالتزام فلسطين هل يشك أحدكم على أن إيران كانت أشد التزاما وكفاءة بما خسرناه في النظام المصري أنا لا أشك وهنا بدأت السيرة الحقيقية للمقاومة التي عنوانها كيفية معرفة الأهداف التكتيكية للوصول إلى هدف الاستراتيجي ومعرفة حجد القوة وأعد لهم ما استطعتم من قوة من أجل تحقيق النصر لقد دعمت إيران منذ البداية كل أنواع المقاومة في المنطقة وعلى رأسها المقاومة في لبنان لأن كان الاحتلال الإسرائيلي لبيروت قد وصل إلى قمته عاصمة عربية تسقط بيد الاحتلال الإسرائيلي وضعنا الخطة المرحلية الأولى وهي عنوانها الإنهاك لجيش العدو الإسرائيلي من أجل أن نجبره على الانسحاب وأشدد على الإنهاك الحقيقي لجيش العدو لإجباره على الانسحاب وليس العمليات التزكيرية الإعلامية التي كانت تمارسها بعض فصائل منظمة التحرير الفلسطينية من أجل أن تصل إلى تسوية سياسية هناك فرق كبير وأنا ابني التجربتين وأعرف عن ماذا أتحدث كان هناك إسرار على إنهاك الجيش الإسرائيلي وضربه في الصميم وليس التمريك عليه كمعقال أو قيام بعمليات دعائية من أجل التزكير بالقضية وبأننا أحياء وصلنا بعام الألفين إلى هذا الهدف نتيجته أن إسرائيل فهمت أنها لا تعد تستطيع أن تحتل الأرض العربية فيها نفس مقاوم ولذلك فورا بعدها انسحبت من غزة لأن غزة كان فيها نفس المقاومة ثم جئنا إلى المعادلة التالية لقد حققنا انتصار بأنه لا يستطيع أن يحتل ولكنه يملك من القدرة النارية يقول علناً هو وحليفه باللوات المتحدة على أنه يستطيع أن يركع بها كل المنطقة وجوش المنطقة وبذلك خضنا حرب الألفين وستة تحت هذا العنوان أن قدرتك النارية لا تستطيع أن تركعنا ولا تستطيع أن تحدد أهدافاً سياسية في المنطقة وبالتالي زهب الزمن الذي تحدد فيه إسرائيل طبيعة المنطقة وخيارة المنطقة بقوتها النارية وتراجع العدو وهو الذي طلبت إطلاق النار بالتالي حققنا النقطة الأخرى استراتيجية وهي إسقاط القدرات النارية للعدو من خلال الصمود ومن خلال القدرات النارية التي واجهته جئنا إلى المرحلة الثالثة التي حددنا طبيعتها لقد أصبحنا قادرين في الوقت المعلوم والذي نحن نحدده على أن خوض معركة كسر عدم الجيش الإسرائيلي بمعركة فاصلة تهدد وجود الكيان وهذا لم يعد كلامنا بل كلام تقارير الخبراء الإسرائيليين جميعاً الذين يقولون أن أي معركة قادمة ستكون على الداخل الفلسطين المحتلة وعلى داخل الكيان وفي عمق الكيان وهو غير جاهز لها وأنه غير قادر على أن يوقف آلاف الصواريخ التي استطاقت عليه وهو لا يستطيع أن يهدد قواعد الصواريخ بزحف الدبابات والقوات البرية التي اختبرناها في مارون الراس وبنت شبيل وعيد الشعب واختبرها مقاتلي غزة على تخوم غزة وهم لا يستطيعوا أن يتخطوا حي الشجعية وبالتالي نحن اليوم في المرحلة التاريخية قد تم الفرز بين معسكرين معسكر نتائج سايكس بيكو بيلفور من أنظمة وعملاء وقوة متحالفة معها ستشاهدونها غداً في مؤتمر البحرين كما شاهدتها في كل مؤامراتها على سوريا وعلى العراق كما شاهدتها بدعم الإرهاب والتكفير وشاهدناها بمئات المليارات وشراء مئات مليارات الأسلحة وتزعيم ترامب زعيماً على الأمة العربية والإسلامية بمؤتمرات كاذبة في حين أن حقيقة القوة للأمة العربية والإسلامية في مكان آخر هي في يد محور المقاومة وليس في يد بني سلول في المعسكر الآخر يقف سيد المقامة في لبنان ويحدد طبيعة المعركة القادمة هي جغرافياً على امتداد خارطة فلسطين هي في عمك الكيان وعلى أهدافه الاستراتيجية والحساسة هي بعشرات آلاف المقاتلين المهيعين المجهزين لخوض معركة الفصل وبالتالي لن يخيفون لا بصفقة القرن الفاشلة الميتة قبل أن تولد ولن يخيفون بما يحشدونه من زعامات وعمراء وملوك في مؤتمرات إن القرار بيد محور المقاومة والمعركة الكبرى التي حاولوا أن يهددوا فيها القلب النابض لهذا المحور الذي هو إيران شاهدتم في الأسبوعين الماضيين كيف صمدت لم تخف من الحشود الأمريكية بل هددت لكي نجد قبل يومين 48 ساعة الرئيس الأمريكي يتراجع ويطلب التفاهم مع هذه القدرة وهي تعرف على أن ما حشدت لهم من قوة ليس فقط دفاعاً عن إيران بل هو دفاعاً عن فلسطين وعن محور المقاومة بالأساس لأن لو إيران تريد أن تفاوض على مصلحتها الزاتية فقط لكانت فعلت ذلك منذ زمن ولكانت وصلت إلى النتائج التي تريدها اقتصادياً دون مصلحة الأمة ومصلحة فلسطين التوازن الحاصل اليوم يسمح لنا أن نؤكد على أن مشاريعهم السياسية وحجدهم العسكري سيفشلون أن أهدافنا السياسية وحجدنا العسكري سينتصر هذا حصل كله لأن إيران قد وضعت إمكانات أبنائها بجامعاتها ومتفكريها وعسكريها ودبلوماسيها إلى جانب حليفها استراتيجي في سوريا الذي منذ أيام الرئيس حافظ الأسد قرر أن يرتبط بهذا الحليف استراتيجي وعرف أهمية هذا الحليف استراتيجي واليوم سوريا بصمودها تؤكد على أنها في محمر المقاومة قدرة أساسية يعتمد عليها ما بيخفى عليكم في بداية المؤامر على سوريا كان السؤال الأساسي زو شقين إلى أي مدى يصمد الرئيس بشار الأسد وإلى أي مدى يتماسك الجيش العربي السوري مع الشعب السوري وكان الجواب على أننا أمام رئيس صلب وأن هذا الجيش جيش عقائدي ملتحم مع شعبه وسيكون النصر حليف هنا دخل كل محور المقاومة خلف هذه المعادلة واليوم نحن نشاهد أن هذه المعادلة كانت سليمة والعدو اليوم يخاف مما يحصل في سوريا لأن كل التحولات التي حصلت ليست لمصلحته الاستراتيجية في لبنان في فلسطين في سوريا في العراق نحن اليوم أمام بارك النصر القادمة وليس أمام تراجع قضيتنا وليس أمام تقدم مشاريعنا وشكرا لكم شكرا جزيلا أستاذ أنيس عن هذه الكلمة الطيبة التي أعطت دفعة من أشكر السادة المحاضرين الأستاذ أنوى الرجا والدكتور خلف المغداد المفتاح والأستاذ أنيس نقاش على هذه الكلمة الطيبة وتفضلوا إذن موقعكم الإفطار شكرا جزيلا يسعدني أن أكون في هذا المكان في قلب دمشق حيث يشهد هذا المركز فعاليات هامة في سياق تعزيز العلاقات والفهم المشترك بين الجمهورية العربية السورية والجمهورية الإسلامية الإيرانية هذا صرح حضاري كبير وأنا سعيد بهذه الدعوة التي وجهتها إلي المستشارية الثقافية لكي يكون معكم في هذا الحشد الرائع في العشرة أيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك الشهر الفضيل يؤسفني أنني لم أكن موجودا عند إلقاء المداخلات الأولى والتي أعتقد وأؤكد أنها كانت غنية وذلك لارتباطاتي بالعمل لكن أن نكون مع بعضنا في هذه الأيام المقدسة فإن لذلك معنى كبيرا رمضان هو شهر تنزيل القرآن وهو الشهر الفضيل الذي يوحدنا جميعا مع ذاتنا أولا ومع قضايانا ثانيا وفيما بيننا ثالثا وأنا هنا لا لكي أحاضر بل لكي أتناول مواضيع قصيرة تتعلق بالظروف الصعبة التي نمر بها مما لا شك فيه أننا ما زلنا في الجمهورية العربية السورية نمر في ظروف صعبة ونعيشها جميعا وهي ظروف نفتع لها أعداء سوريا وعداء فلسطين إذ أنه لا مبرر لهذه الحرب الإرهابية على سوريا لو لا وقوف سوريا بشكل لا يمكن التشكيك فيه إلى جانب قضيتها الأساسية وهي القضية الفلسطينية وأنا أتساءل مع كل ضيوفي الذين أحاول أن أشرح لهم أسباب هذه الحرب على سوريا وأقول لهم بكل صراحة لو لم تكن سوريا هي البلد الوحيد في هذه المنطقة الذي يقف إلى جانب القضية الفلسطينية فلماذا هذه الحرب عليها لماذا لم يترك الإرهابيون مخيما فلسطينيا واحدا من جنوب سوريا إلى شمالها ومن شرقها إلى غربها دون أن يستهدفوه بالقتل وبالتدمير وبالحصار وبالتجويع لماذا لم يترك الإرهابيون قاعدة جوية واحدة في كافة أنحاء سوريا إلا وهاجموها لماذا ولماذا كل هذه الأسئلة تطرح نفسها في كثير من الأحيان حتى على المستمعين إلى الإجابات عليها هذه الحرب من بدايتها وأمل أن نرى نهايتها في القريب العاجل هي حرب إسرائيل ليس فقط على سوريا بل لكل من يفكر في استعادة الحقوق التاريخية والمشروعة للشعب العربي الفلسطيني هذه الحرب هي حرب تصفيت القضية الفلسطينية ولم يتمكن أعداؤنا جميعا من حسم هذه المعركة لأنهم كانوا يتوقعون أن تكون سوريا مثل غيرها من الدول التي مر عليها ما يسمى بالربيع العربي لتنهار جيشا وشعبا وقيادة خلال أيام أكبر دولة عربية مصر تنهار خلال 18 يوم كانوا يتوقعون أن تنهار سوريا في عدد أقل من الأيام لكنهم عندما فشلوا في ذلك منذ بداية هذه الحرب بدأوا يقولون غدا وبعد غد وفي العيد القادم وفي الربيع القادم وفي الصيف القادم وفي العام القادم وها نحن نرى عاما وعامان وثلاثة وأربعة وخمسة وستة وسبعة وثمانية وإذا أرادوا أن تستمر هذه الحرب فإنهم سيتعبون من العد لأن سوريا لن تنهار ولأن سوريا المدعومة من حلفائها حلف المقاومة اتخذت قرارها بالصمود وهي لن تنهار وهي لن تتراجع وهي لن تستسلم لإرادة إسرائيل في هذه المنطقة نحن نشهد الآن فصولا جديدة تكتب في هذه الحرب التي كنا وما زلنا نخوضها لكن الآن بدعم أوسع من قوى المقاومة سواء كان ذلك من خلال موقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جانب سوريا أو موقف حلفاء سوريا الآخرين بما في ذلك المقاومة الفلسطينية والمقاومة اللبنانية ومن وقفت معه هذه المقاومات فكيف له أن ينهزم كيف له أن يخضع لأن هذا الموقف المشرف يفهمه جيدا العدو الصهيوني وتفهمه بشكل أساسي الولايات المتحدة الأمريكية التي اتخذت من إدارتها الحالية نقطة بداية لإنهاء كل ما يتعلق بإسم فلسطين ليس فقط بالقضية الفلسطينية بل حتى بالأسماء التي نستخدمها لوصف هذه القضية لكنهم لن ينجحوا في ذلك لأن مخططاتهم باتت مكشوفة في كل أنحاء العالم ولأن شعبنا يستوعب معاني الصمود والعزة والكرامة ها نحن الآن في العام الثامن لهذه الحرب الإرهابية على سوريا والتي خاضتها دول وأطراف كثيرة والتي ظهرت على حقيقتها من خلال ما نراه الآن في إدلب حيث تقف حكومة أردوغان وتقف الدول الغربية بمجملها مع الإرهابيين في إعلان مفضوح عن نيتهم لدعم الإرهاب أو التفاوض بإسم الإرهاب مع الدولة السورية وها هي الدولة السورية تقاتل الإرهاب والإرهابيين وترفض الاستماع إليهم أو الانحناء أمام كل ما يقومون به من جرائم في مختلف أنحاء الجمهورية العربية السورية نعم نحن الآن في المستشارية الثقافية الإيرانية في دمشق وعلي أن أقول أنه لو لا الدعم الذي تلقيناه من الجمهورية الإسلامية طيلة هذه السنوات لما كان بإمكاننا تسجيل هذه الصفحات الناصعة من الصمود فتحية من هنا من قلب دمشق إلى الثورة الإسلامية الإيرانية وتحية إلى قادة الثورة الإسلامية الإيرانية الذين على الرغم من كل الضغوط التي مورست عليهم ما زالوا وسيبقوا صامدين مع الجمهورية العربية السورية لإسقاط هذه المؤامرة نحن نتحدث اليوم عن القدس ونتذكر بكل حنين إلى تلك الأيام التي قاد بها الإمام الخميني هذه الثورة الفريدة من نوعها في العالم من أجل القضاء على الظلم ومن أجل القضاء على محاولات إذلال الشعب الإيراني الشقيق أنا من الجيل الذي وع هذه الثورة وكيف تمت والذي أحس بأنه منتصر لأن الثورة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية قد انتصرت ولأن الرئيس الراحل حافظ الأسد وبعده الرئيس القائد بشار الأسد يؤمناني إيمانا لا مجال للشك فيه في أن هذه الثورة إنما ولدت لكي تكون نصيرا وظهيرا للعرب في نضالهم من أجل القضية المركزية قضية فلسطين طبعا اليوم العالمي للقدس هو مناسبة لتذكير كل العالم وليس فقط المسلمين في العالم لأن الكثير من شعوب العالم تقف إلى جانبنا ليس في البعد الديني فقط بل بالبعد الإنساني وأنا أذكر بعض العرب أحيانا ويهمني أن أقول أمامكم جميعا في أحد اجتماعات الجامعة العربية قلت لبعض العرب لأننا لا نناقش إلا عندما نأتي إلى الجوانب المفصلية في القضية الفلسطينية ويبدأ أنا أقبل وأنا لا أقبل ونتفاوض على الحرف والكلمة فقلت لهم أيها الأخوة أنا لا أريدكم الآن أن تتعاملوا مع القضية الفلسطينية كقضية عربية لأنني أرى أننا متفقون على كل شيء إلا على القضية الفلسطينية تصوروا تصوروا طبعا هذه الأجواء أنتم لا تعرفونها لأنكم لا تحضروا اجتماعات وزراء الخارجية العرب واجتماعات القمم العربية طبعا الكلمات التي تسمعونها في البيانات والخطب هي عكس تماما ما يدور في الاجتماعات عند صياغة المواقف فقلت لهم أنتم أتعبتمون وأتعبتم نفسكم فلماذا عندما كانت ثورة شعب جنوب إفريقيا ضد نظام الأبرثات كنا جميعا نقف معهم وأنا لا أريد الآن أن نتضامن مع القضية الفلسطينية كقضية عربية بل يجب أن نتضامن مع هذه القضية كقضية عدل وحق ليس لأنها قضية إسلامية وليس لأنها عربية بل لأنها إنسانية في المرحلة الأولى وهذا هو صراعنا مع عدائنا هم حاولوا أن يقنعوننا بأننا غريبين عن القضية الفلسطينية وعن قضايانا الأساسية لكن إذا تأثر هذا الحيط هم تأثروا بهذا الكلام لماذا؟ لأن ما يسمى بنقاط الحديث يعني توكينج بوينتز التي توزعها السفارة الأمريكية سواء في كل مكان تأقد فيه قمم عربية على الدول العربية قبل اجتماع القمم وقبل اجتماع وزراء الخارجية يأتي بعض القادة لكي يتلوها كما هي في بعض الأحيان بدون ترجمة إلى اللغة العربية وهذه هي المشكلة التي نواجهها وعدت وقلت نفس هذا الكلام في آخر اجتماع حضرناه قبل تعليق عضوية سورية في منظمة التعاون الإسلامي في جدة وقلت لهم الآن نحن ننقش القضية الفلسطينية فلماذا تحاولون إطالة الكلام وإضاءة الوقت إذا كنتم لا تقفون إلى جانب هذه القضية فأعلنوا ذلك ولتعرف الشعوب ماذا نناقش في هذه الاجتماعات نحن يجب أن نكون دون قيد أو شرط مع هذه القضية لكن لا حياة لمن تنادي وهذا هو الواقع لأننا لو كنا موحدين عربا وإسلاما لكنا قادرين على صنع المواجزات فالعدو الإسرائيلي لا يحتاج إلا لموقف سوري لبناني مقاوم فلسطيني دعم إيراني لكي نهزم هذا الأدوان لكن ماذا نرى الآن عندما سجل حلف المقاومة هذه الإنجازات وهذا الصمود نرى أن التوجه الأساسي لبعض هذه الدول وأنا أقول للأسف إسلامية وعربية هو كيفية أضعاف الثورة الإسلامية في إيران ما هي الجريمة التي اقترفتها الثورة الإسلامية ضد السعودية وغيرها من الدول في منطقة الخليج ما هي أنا أسأل دائما وهذا السؤال كنا نطرحه أيضا في نقاشات معمقة ما هي جريمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لماذا نناصبها العداء منذ اللحظة الأولى لقيامها وحتى الآن لماذا ندعم إسرائيل في حربها على الجمهورية الإسلامية الإيرانية لماذا ندعم الغرب والولايات المتحدة الأمريكية في حربهم على الثورة الإسلامية لماذا نقف مع كل قتلت العالم ضد الثورة الإسلامية الإيرانية لماذا هذا سؤال طبعا يجب أن تطرح الشعوب أيضا قبل الحكومات والدول الجريمة الوحيدة التي اقترفتها هذه الثورة هي أنها قالت أننا مع المسلمين ومع العرب لتحرير القدس لتسحبوا هذه الكلمات سعادة السفير لتروا أن حياتكم مع أمريكا ستكون بدون تهديدات وأن ترامب سيعيش في طهران وسيتخذ له منها مسكنا وفي البازار أيضا لكن الحقيقة هي أن هذه الأنظمة إنما بنيت على كراهية ذاتها أولا وعلى خدمة أهداف الصهيونية ثانيا لن أتحدث كثيرا عن الولايات المتحدة الأمريكية فأنا أؤمن بما قاله القائد الخالد حافظ الأسد لا توجد سياسة أمريكية في الشرق الأوسط بل توجد سياسة إسرائيلية تنفذها الولايات المتحدة الأمريكية في هذه المنطقة إذا لم تكن القدس هي رمز كرامتنا وشرفنا فماذا تكون إذا لم تكن القدس في يدنا فماذا نملك إذا كانت القدس في يد إسرائيل فأين هو شعبنا أين هو تاريخنا أين هو ديننا الذي يدعون زورا وبهتانا بأنهم يحمونه هذه هي الأسئلة التي يجب أن نجيب عليها رحم الله القائد الخميني الذي أعلن أن آخر جمعة أن كل آخر جمعة من شهر رمضان الفضيل سيكون يوما للتضامن مع القدس وها نحن نرى الملايين تذهب إلى الشوارع وإلى المساجد لكي تعلن في هذا اليوم بالذات أنها مع القضية الفلسطينية لا يمكن أن نسجل على أعداء القضية الفلسطينية مواقفهم فهذه مواقفهم وهي معروفة لنا لكن أن تعقد المؤتمرات في وارسو بل على الأرض العربية لتصفية القضية الفلسطينية فهذا ما لا يمكن تفسيره لقد أصبحنا في الزمن العجيب زمن الخيانة المكشوفة زمن العهر السياسي زمن الخروج على كل القيام لتبرير ما هو دنيء وحقير في تاريخنا من أجل التنازل لإسرائيل وتسخير كل مقدرات هذه الأمة من أجل خدمة الأهداف الإسرائيلية قد لا أتحدث بصورة دبلوماسية فكيف أتحدث بدبلوماسية أمامكم لا يمكن لهذا أن يحدث فأنا أصلا ونحن في سوريا لا نتحدث بدبلوماسية حتى في الاجتماعات التي يجب أن تسود فيها الدبلوماسية لماذا؟ لأن ما نراه قد تجاوز الدبلوماسية وحدود اللياقة الأدبية والوصف اللغوي فيما يتعلق بمواقف بعض الدول من قضايانا أولا أقتنم هذه المناسبة لكي أتوجه إلى أهلنا في الجولان العربي السوري لكي أقول لهم أننا معكم ولكي أقول لهم أنهم في وسط القلب من حركتنا باتجاه الحفاظ على كرامتنا وأن سوريا لا يمكن أن تنام على ضيب ولو طال الزمن وكثرت المؤامرات وتعددت المحاولات من أجل القضاء على صمود سوريا سأني لكنني في نفس الوقت وكما أحيي صدق المقت في سجنه أحيي أيضا مناضليه مناضليه الثورة الفلسطينية هؤلاء الأبطال الذين ضحوا بكل ما لديهم داخل فلسطين في القدس في غزة في الضفة الغربية وفي كل مكان يتواجد فيه الفلسطيني فهو مناضل ويستحق منه أن نقف إلى جانبه لأنه رمز لقضية إنسانية عادلة كما أنه رمز بالنسبة لنا لقضية وطنية وقومية تستحق مننا أن نضحي بدمائنا من أجل أن نستعيد حقوقنا وشرفنا وكرامتنا المهدورين في فلسطين المهدلة أنا أحيي أن جميع المنظمات الفلسطينية قد توافقت على أن لا أذهب إلى مؤتمر ساقط الأهداف وصاقط المبررات وأقول أن الحجر الرئيسي وحجر الزاوية في أي انتصار يمكن أن نحققه هو هذا الصمود الذي يبديه الشعب الفلسطيني أينما كان أتوجه مرة أخرى إلى روح الإمام الخميني ببالغ التقدير والرحمة لأن هذا اليوم الذي نجتمع فيه من أجل الوقوف إلى جانب القضية الفلسطينية هو اليوم الذي أعلنه يوما عالميا للتضامن مع القدس كما أتوجه لأشقائنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية ببالغ التقدير والشكر على كل ما قدموه من دعم لسوريا ومن احتضان للمقاومة الفلسطينية ولحلف المقاومة والتضحيات التي يبذلونها من أجل أن نصل إلى الغايات والأهداف النبيلة التي نسعى إلى تحقيقها شكرا لكم إفطارا شهيا وآسف إذا كنت قد أطل كلمة صريحة واضحة ومسؤولة من إنسان عارف وضليع بما يحدث في منطقتنا الدكتور فيصل مغداد نائب وزير الخارجية والمغتربين في سوريا شكرا جزيلا لك على هذه الكلمة الطيبة ولابد في ملتقى الأشقاء الأشقاء في المقاومة والدفاع عن الحق من كلمة لسفير قلب هذه المقاومة سفير الجمهورية الإسلامية في سوريا ولو كانت مقتصرة كلمة شكر فليتفضل مشكورا بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله على النعماء كله وأهنيكم وأهنيكم جميعا على إنهاء هذا اليوم من الصيام ويتمنى إفطارا شهيا وصياما مقمولا وإفطارا شهيا للجميع أنا الحقيقة يجب أن أعبر عن اعتزازي وامتناني الكبيرين بما سمعته من كلمات في هذه هذا الاجتماع وهذا هذا المحفل الإيماني الطيب وأخص بالذكر ما سمعته من معالي الأستاذ الدكتور فيصل المقداد نائب وزير الخارجية المؤقر وأقول له نعم أن السبب الرئيس لمحاولة المحاولة الإرهابية لضرب سوريا هي موقفها الحق من قضايا الحق التي التزمت بها وعلى رئيسها القضية الفلسطينية هذا الذي تعانون منه هو ما عانيناه وهو ما يعانيه كل من هو على درب الحق يسير وقلتم لن تنهار سوريا ولن تستسلم نعم لن تنهار سوريا ولن تستسلم بل ستنتصر بل النصر قد تحقق من اللحظة التي فيها اتخذ القرار الاستراتيجي للوقوف والتصدي لهذه الهجمة التي لم تكن تستهدف سوريا فقط بل كانت تستهدف كل المنطقة بل كانت تستهدف كل الأمة بل كانت تستهدف الإنسانية جمعا وحقا وصفتم أن القضية الفلسطينية ليست قضية فلسطينيين فقط وليست فقط عرب وليست فقط مسلمين بل هي قضية إنسانية هذا كلام حق صحيح وأنا أعتقد على أن ما قلتموه في هذه النقطة هو جدا أساسي نعم إن المستضعفين في كل أنحاء العالم قلوبهم وأنفاسهم ودعاهم وإرادتهم هي مع القضية الفلسطينية وأينما ترون من يجتمع من الآخرين ضد القضية الفلسطينية إنما هم يمثلون أياد أمريكا وأذنابها وأناس مستكبرين أو تفهاء لا يعرفون لا معاني الإنسانية ولا معاني الإيمان ولا معاني الحق إذن نعم القضية الفلسطينية هي قضية حق هي على عاتق الشعب الفلسطيني أن يلتزم بها وهو ملتزم ونحن نقيم عاليا هذا الالتزام وهذا الموقف الثابت من الشعب الفلسطيني بقضيته وهي قضية العرب لأنها هذه الحاضنة الأساسية لهذا البلد فلسطين وهي قضية الأمة الإسلامية لأن مقدساتها هناك ويجب أن تدافع عن مقدساتها كما أنها هي قضية كل من يريد الحرية على مدار الإنسانية من شعوب العالم أينما كانوا ذلك لأن الحرية معناها أن تنتصر للحق وحقا وصفتم أن القضية الفلسطينية قضية حق اليوم نحن على أشراف اليوم الواحد وراء الرعين من أيام القدس التي أقيمت حتى الآن يوم القدس أعلنه الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه وإيام رحيله قادمة أعلنه في الأسبوع الأول من أغسطس عام 1979 قد تقولون أربعين عاما لم يتم ولكن الشهر الفضيل شهر مبارك والسنة القمرية عشر أيام هي أخصر لهذا مرة واحد وأربعين ذكرى أو سوف تكون الذكرى الواحد والأربعين ليوم القدس القريب أنا عندما كنت أريد أن أأتي إلى هنا كنت أفكر أن لا أتحدث لأنني سوف ألتقي بالكثير من الوجوف إن شاء الله في المناسبات القادمة ولكن أعتقد أن ما سمعته أوجبني وفرض علي أن أتقدم بالشكر والامتنان وأعتقد أنه هذا شكر أننا نشكر بعضنا البعض وبل أننا نشد على أيدي بعضنا البعض ونشد من أزرنا بعضنا البعض لأننا أصحاب حق واحد وقضية واحدة ونحن جسد واحد كلنا سواسية لأن هذا الدرب درب طويل وهذا النص يحتاج إلى نفس قوي وطويل وإن شاء الله نحن ببركة هذه الأيام من ليالي القدر إن شاء الله سوف تكون أيامنا مباركة وسوف نصمد سوف نصمد في إيران ضد الحصار وسوف نصمد ضد كل التهديدات بل سوف نقول بأن ما قدمناه لسوريا الشقيقة لم يكن شيء لنشكر عليه هو لوجه الله هو لرضى الله بل هو واجب ملقى على عتقنا لأننا ننتمي إلى قضية واحدة وإلى جبهة واحدة وإلى إن شاء الله صوى واحد نحن إن شاء الله إليه واصلين أنا لا أريد أن أطيل أعتقد على أن وقت الأذان قد حان أو قد سمعته بهذا أنا حاولت أن أختلص هذه اللحظات منكم وأشكركم على حسن الإسلماع وإفطارا شهيا طيبا وصياما مقبولا إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم بما أن تلتغي مناسبة ذكر رحيل الإمام خميني مع ذكر السنوية لليوم القدس العالمي وحسن المناسبة إرسل الإمام خميني المعنوى لسالح فلسطين فرائن من المناسب النقيم فعالية تجمع المناسبتين في عمل فتم ترتيب ملتغى فكري بأنوان القدس العاصمة الأبدية لفلسطين حاضر فيه عدد من الشخصيات الأستاذ أنس نقاش ودكتور خلف المفتاح وأيضا الأستاذ أندرجا وأيضا كانت دكتور فيصل المقداد نائي وزير الخارجية السورية الضيف الشرف لهذا الملتغى حيث تنابلوا في كلماتهم الموضوع الأساس القضية الفلسطينية ومستقبل القضية خاصة في دو المخاطر التي تحدد هذه الغزية هذه الأيام وتتمثل في صفقة الغان والأهامش هذا الملتغى هناك معرض فني من الفنانين الفلسطينيين شارك بهذا المعرض اتحاد فنانين تشكي أسوأ شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة